أشف تقرير صدر عن الأمم المتحدة في آذار مارس من عام 2020 أن العراق هو أحد الدول الخمس الأولى الأكثر تأثراً بالتغييرات المناخية نتيجة عدم توافر مصادر المياه اللازمة للاحتياجات البشرية الأساسية في وقت دعت منظمات إنسانية دولية لوضع المعالجات السريعة لمواجهة أزمة الجفاف وشح المياه وعلى خلفية ذلك عقدت الوكالة الأمريكية للتنمية يو أس أيد ضمن مشروع تكامل مؤتمراً ببغداد يهدف لوضع حلول للأزمات البيئية فإن مشكلة التغيير من مناخها ليست مشكلة بلد معين لكنها مشكلة عالمية فلذلك علينا أن تكون هناك جهود عالمية لمجابهة هذه المشكلة تكثيف الجهود والدور الحكومي بها والدور الدولي وكذلك منظمات المجتمع المدني حول وضع سياسات وآليات وخطط جديدة إلى ذلك أكدت وزارة البيئة أن خططها المقدمة لمجلس الوزراء ركزت على تفعيل مشاريع الأحزمة الخضراء حول المدن بالتنسيق مع بقية الوزارات والإدارات المحلية في المحافظات والتي تعاني من قلة التخصيصات المالية ما أثر سلباً على مشاريعها البيئية إجراءات الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراع على الحكومات المحلية والدوار البلدية نحاول جهدنا حقيقة تشجيع نشر الغطاء النباتي أحزم خضراء مشروع الحزام الأخضر لازم تكون إلى أولوية وأهمية جميع المحافظات وخاصة محافظات القوس حائط الصد للمحافظات الثلاثة السماوة والنجف والأنبار هناك تجريف كبير للنخيل في محاط البصرة في ستينيات القرن الماضي كانت 13 مليون نخلة الآن أصبحت مليونين وثمانمائة نخلة وكانت رئاسة الجمهورية قد أطلقت في وقت سابق مبادرة إنعاش واد الرافدين عبر إنشاء مشاريع الواحات الخضراء في المناطق الصحراوية في وقت ما زال خطر التغييرات المناخية وموجات الجفاف وقلة الموارد المائية مستمرا في ظل تحكم دول الجوار بكميات المياه الواردة للعراق ووفقا لتقرير حكومي سابق فأن التغييرات المناخية وموجة الجفاف المتزايدة قد أثرت على منسبته 39% من حجم المساحات الزراعية في وقت تؤكد فيه تقارير وزارة الموارد المائية إن العراق قد يواجه عجزا في مخزونه المائي ما لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة للحد من تفاقم أزمة الجفاف والملوحة أحمد الحسناوي الحرة بغداد